شكرا معلقنا الدكتور وقل أبو العزم إذن انتهت الفترة الثانية بتقدم نادي الأهلي 28-14 في مباراة نادي الأهلي كان فارق في أغلب أوقات المباراة ممكن ما حصلش تعادل نهائي أسنان المباراة غير صفر صفر في البداية ونادي الأهلي فضل متقدم طوال الفترة الأولى والثانية كل التوفيق لنادي الأهلي روح لديوك في السيديو كابتن محمد سلعاوي براحب بيك للمرة الثانية كابتن محمد موسى براحب بيك للمرة الثانية كابتن سلعاوي في ديتين قبل أن ننتقل للفترة الثالثة والرابعة رأي حديثك وتحليلك الفني للفترة الأولى والثانية أنا شايف أن الفترة الأولى والثانية بداية غير متوقعة طبعا شبه تأسيمة النادي سموحها بيقاتل أو بيلعب بجدية شوية أحسن لعبات سموحها ريكو وأحسن لعبات الأهلي ردوة وفريدة وائل وأعتقد أن السكور بالنسبة للمباراة سواء الشوط الأولى 13-5 أو 28-14 السكور ضعيف مدرب نادي سموحها بس خلينا قطعك كابتن سلعاوي لازم نحي فريق كورت اليد حتى الآن يعني في الديئة 26-27 تقريبا والنتيجة 14-13 لبرشلونة محمد إبراهيم حارس المرمى النادي الأهلي واللعيبة بالكامل عاملين مباراة جيدة جدا يعني برافو كملوا أولاد 14-13 لبرشلونة وكانت يمكن قبل ما أكقول 13-13 16-13 15-13 15-13 لبقى برشلونة في نهاية الشوط الأول وخلينا أقولكم أن النادي الأهلي عامل مباراة كبيرة وده المتوقع من النادي الأهلي يا كابتن سلعاوي ده مش غريب أبدا أسف قطعت حضائك مسكين نازم أن نوه على نتيجة برشلونة بتوفيق لفريدة الهندبول طبعا لأنك تمثل مصر في كاس لها أنا شايف أن السكور ضعيف جدا شايف أن مدرب السموحة كان أكثر ذكاء كان بيلعب بحاجة اسمها شورت جيم أو أنه يحتفظ بالكورة أكبر قدر ممكن حشان ما يفتحش الفارق بحيث أنه لو قدر يقرب الفارق ممكن المطشي بقى بالنسبة له قريب ناجح في الكلام ده في الشوط الأول بشكل كبير ناجح في الكلام ده في الشوط الأولاني وبعدين استدرج مدرب الأهلي الموقف فقدر يدفع ببعض اللعبات الأساسيات عنده فقدر يوصل إلى سكورة 28-14 لكن طبعا بالنسبة للشوط ثلاثة نقاط النسبة ضعيفة جدا شاطه حوالي 7-8 جابه واحد اتنين لكن اللعبة الكندية بتاعت ناجي سموحة استطاعت خروج من الملعب أكتر من مرة اللعبة بتاعتنا هي لعبة الارتكاز السنغالية وفقت في أكتر من كرة تحت الباسكت أشكرك يا كابتن خلينا بردو روح لكابتن محمد موسى لأن خلاص فاضي لديتنا على المباراة فاضي لكابتن محمد زي ما توقعنا المباراة هتبقى صعبة جدا في أول كورترين على النادي الأهلي وده بسبب أن النادي يسموحها لاعب زوم بريس مفتوح جدا وإحنا النهاردة مش ماشية معنا كمان في التري بوينت نحن شيطين لحد دلوقت في الكورتر الثاني شيطين تسع جابين ثلاثة في الكورتر الثاني يعني معقولة في الكورتر الثاني شيطين 7 جابين واحدة فإحنا النسبة مش ماشية فهو مكمل على الزن ديفينس عشان أنت نحن شيطين 9 جابين واحدة نحن الشيطين تريrä meist 17 أو 18 جابين أربعة نحن النادي الأهل النادي الأهل يعني مش ماشية ­ policymakers يعني هو ما فيش غير دالني جابت واحدة ومرال جابت واحدة وبيكو جابت واحدة وردوا جابت واحدة في أول جيمة. هو ناجح جداً في الزون فهو مش بيغيروا. إحنا الجيمة هيفتح. زي ما قلت حريك إن إحنا لو لعبنا الترانزيشن ديفنس هما ما بيرجعوش بسهولة. يعني إحنا معظم السكور اللي إحنا جابينه جابين حوالي 12 بوينت من الترانزيشن أوفنس إن هما بطاق شوية في التحول من اللجوم للدفاع. تمام. فلا يعني إن شاء الله الكورتر الثالث البدني العامل البدني هيفرق جداً مع نادي الأهلي. التري بوينت تمشي شوية هتلاقي الدنيا فتحت وهنخلص في التالث إن شاء الله. توقعتك التات والرابع لا يمشي بنفس النمط يا كابتن ولا ممكن للنادي الألية؟ لا لا. السكور إن شاء الله بإذن الله هيفتح للنادي الأهلي شوية. الكورتر الثالث هيكون يعني الأهلي هيفرق فيه عن يعني ممكن نوصل لحد مثلاً 22-23 بوينت في الكورتر الثالث. مين من وجهة نظرك قبل اللاعبات في الفرقيتين من هنا وهنا؟ بالأرقام نادين سلعاوي وميرال أشرف هم العاملين الفرق في الاسكور هما جايبين هما الاثنين جايبين كل واحدة جايبها ساعة بوينت هما جايبين نص الاسكور تقريبا من الـ 28 14 من 28 بالزبط كده فهو بالأرقام ميرال ونادين سلعاوي كابتين سلعاوي من وجهة نظرك أفضل اثنين لعيبة في الملعب أنا أفضل اثنين لعيبة شايف نريكو من سموحة وشايف فريدة وائل تمام كابتين أشكرك شكرا جزيرا نروح لصالة برج العرب في الاسكندرية نقل أحداث الفترة الثالثة والرابعة مباراة كرة السلة الأهلي وسموحة سيدات قبل انهاء أو مباراة ثانية في قبل انهاء دولة المرتبط مع معلقنا القدير كابتين وائل أبو العزم ودكتور أبو العزم فإلى هناك